قدام الجامعية العامة تايوان جزء لا يتجزأ من الصين لما تعرف ده وتشوف ده وتعرف اللي بيحصل ده يطلع الرئيس الأمريكي من يومين يوم الأربعة يمكن أو الخميس في مقابلة وقالك سؤل ماذا إذا دخلت الصين تايوان قال سندافع عن تايوان إحنا بنعمل إيه؟ العالم بيعمل إيه؟ واللي جاي أمريكا بعتت أول مرة حملية طائرات يو إس ريجان بعثتها كوريا الجنوبية تعمل تدريبات عسكرية ما كانتش بتبعت من 2016 أو 2017 أول مرة يبعته حملية طائرات في هذه المنطقة ليه؟ عشان هي رسالة ردع لكوريا الشمالية أدي يو إس ريجان حملت الطائرات الأمريكية قدام حضراتكم في تدريبات مع كوريا الجنوبية هو الموضوع مش تدريبات لا الموضوع هي رسالة زي ما اتقال حتى سألوا قاد الأسطول أو قاد حقا قال لهم أنا راجل ما ليش علاقة بالرسائل أنا راجل الرسائل تسألوا عنها الخارجية الأمريكية مش أنا أنا راجل جاي أعمل تدريبات عسكرية إنما الرسائل مش بتاعتي أنا راجل مش دبلوباسي بتكلمش بالسياسة بتكلم جاي نعمل تدريبات منورة عسكرية بس ملخص الموضوع وهي فعلا ولكن هي الرسائل ما وراء هذه التدريبات رسالة لكوريا الشمالية رئيس كوريا الشمالية قال لي من كم يوم كده هيعمل تجارب وهي عنده تجارب قريبة لصاروخ باليستي جديد قال لك بذلوقتي هيعمله تجربة جديدة لصاروخ باليستي رايحين على فين العالم هو العالم كده اللي قدامك هو شايف حملت الطائرات الأمريكية دي قدام فيه كوريا الشمالية عند كوريا الجنوبية هو شايف اللي حاملة دي دولة تتحرك مدينة تتحرك مدينة على بين 35 طيارة مقتلة تقريبا شايف شايف حضرتك مدينة بتتحرك مدينة مقتلة بتتحرك دي تعمل حرب لوحدها حملت الطائرات شايف حضرتك قدرتها ايه وقويتها ايه والمقاتلات اللي عليها ايه والطائرات للإستطلاع شايف هناك طائرات للإستطلاع كمان الانزار مبكر كل ده عليها كل شي دي لوحدها تدخل حرب لوحدها طلعت طائرات يوم القيامة ايه طائرات يوم القيامة طائرة أمريكية وطائرة روسية حد اشتني عنده غيرهم الطائرة منهم روسيا عندها اربعة مش واحد عندها اربعة امريكا الطائرة من الاتنين دول واحدة لدى دي خاصة بالرئيس بايدن او رئيس بوتين لما تحصل حرب نووية الطائرتين دول يتم استخدامهم كمقر لإدارة البلد دي الطائرة الأمريكية دي تقعد اسبوع كامل في الجو ما تنزلش على الأرض اللي قدام حضرتك دي يتم تزودها بالوقت في الجو دي يدير منها الرئيس الأمريكي وزيها الرئيس الروسي الدولة بالكامل واجهز الدولة لما دي طائرتين دول زي ما حاج شايف كده حاجة مرعبة حاجة عنده تاني حاجة عنده تاني بولي حاجة بتقعد اسبوع قدامك هم شايف حضرتك الروسية والأمريكية اسبوع متصلة في الجو يتم تزودها بالوقود بالوقود في الجو شوف بقى ايه عملوا تجربة من كاميوم طلعوا عملوا تجربة وقاد الروسية هوا قاد بتاعة بوتين دي عمل عليها تحديث في 2016-2017 عملوا تحديث عليها الطيارة دي اللي قدامه والروس عنده بوتين عنده أربعة من الطيارة اللي قدامه طولها ستين متر عرضاها كام عرض الأجنحة تمانية واربعين متر طيارة دي مفهاش ولا شباك طيارة الروسية مفهاش شبابيك إلا شباك اللي قدام قائد الطائرة فقط لا غير قدامك هوا قادي قدام حضرتك الطيارتين طائرة طائرتين يوم القيامة قالك الطيارات دي بس لما بتطلع يبقى فيه حاجة خطر حتى تحصل تم إدارة قدامك هوا طيارة الروسية وطيارة الأمريكية مركز قيادة يتحرك على الأرض هتعمل ايه في هذه الأجواء رعب هل إحنا راحين لده حدش يقدر يقولك راحين أو مش راحين ولكن الوضع خطر فيه مختلف دول العالم في التطورات اللي بتحصل النهاردة وربما هذه الأمور يعني لا أحد يتمنى ولا أحد يريد أبدا الأوضاع الصعبة والأوضاع اللي هي بيمر بيها العالم حاليا